الرئيس السيسية تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب أفريقيا لمتابعة تطورات الموقف الحالي لملاف سد النهضة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على الأراضي الحكومة تنفي توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار مجازل أهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار مشاهدين الكرام أهلاً بكم تلقى الساد الرئيس عبد الفتاح سيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب أفريقيا سريلا رمفوزا وصرح المتحدث والرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تنول التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملاف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخراً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور عدد من المراقبين الدوليين وقد أكد الرئيس السيسي مجدداً خلال الاتصال على ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثلهم يهو النيل من قضية وجودية لشعب مصر ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد ورفض الإجراءات المنفردة أحدية الجنب التي من شأنها الحق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل معرباً سيادته في ذات الوقت عن تقديره لجهود الرئيس رمفوزا في هذا الإطار ومن جانبه أشاد الرئيس رمفوزا بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي مما يعكس الإرادة السياسية المصرية الصادقة للوصول إلى حل للأزمة وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى بالأمس بمشايخ وعيان القبائل والعشائر الليبية في ربوع البلاد وخلال اللقاء أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه وأن الخطوط الحمراء التي أعلنها سيادته من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء للصراع في ليبيا كما أكد الرئيس السيسي على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات قد تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي ومن جانبهم أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبي عن كامل تفويضهم للرئيس عبد الفتح السيسي وللقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على الأراضي المملكة للدولة أو الأراضي الزراعية وذلك خلال الفترة من الثامن من يوليو وحتى ربع عشر من يوليو الجاري وذلك في تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وأكد رئيس الوزراء تمسك الدولة بحقها في التصدي بكل حسم لكافة صور التعديات على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة وإزالتها ومنع تكرارها مرة أخرى مشددا على أنه لا تراجع عن استغداد حق الدولة وتنفيذ القانون وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الموجة السادسة عشرة للإزالة شهدت خلال الفترة المشار إليها إزالة 2793 مخالفة بناء بالإضافة إلى إزالة 1380 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية كما تم إزالة خمس حالة استزراع سماكية في بورسايد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحارجة بسبب أزمة فيروس كورونا ومن جانبها نفت وزارة الصحة والسكان تلك الأنباء موضحة استمرار إجراء العمليات الجراحية بكافة المستشفيات ضمن المبادرة الرئاسية حيث بلغ إجمالي الجراحات التي تم إجراؤها حتى الخمس عشر من يوليو الجاري نحو أربعمائة ألف وواحد وستون ألفا ومائة واحد وثلاثون جراحة على مستوى أحد عشر تخصصا جراحيا دقيقا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب مع مي عبدالحليم المدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك في مصر وشمال شرق أفريقيا وبحث الجانبان خلال اللقاء الخطط الاستثمارية الحالية للشركة وكذلك استراتيجياتها المستقبلية والتي تتضمن ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية بهدف التوسع في أنشطاتها بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري كان هذا مجازن الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار دمتم بخير وإلى اللقاء